السلام عليكم الحيوانات تقاتل بالسمرار لأجل البقاء توجد حشرات عدوانية للغاية بعضها يحمل خاصية سامة ومميتة بشكل رهيب الأمر الذي يجعلها الأكثر فتكا في بعض المجالات ما الذي سيحدث إن أقحمناهم في مواجهات قتلية؟ ابقى معنا لأننا سوف نشاهد خامسا العقرب ضد الأرملة السوداء لدينا اثنين من الحيوانات الأكثر رعبا العقرب والأرملة السوداء هناك اعتقادا بأنه يجب عليك السماح للعناكب العيش في منزلك لأنها تتغذى على العقارب ولكن إذا لمحتها والدتك فستسرع لإحضار الحذاء وقتلها لنرى إن كان هذا الاعتقاد حقيقة بالرغم من كون الأرملة السوداء أكثر العناكب سما إلا أنها أحيانا قد لا تميت البشر لكن سم العقرب الأصفر يستطيع تنفيذ ذلك تستخدم العنكبوت شبكتها لصالحها في مواجهة الكتلة القوية والسامة للعقرب لكنها تبدو غير كافية فقد تعرضت للاسعات متعددة لا يحاول العقرب الهروب كذلك فقد تم عضه من طرف العنكبوت عدة مرات أي السمين كان الأقوى يبدو أن العنكبوت ماتت أولا ولكن حتى العقرب لا يقوى على الحراك لكن من فز في المواجهة هكذا هذا ما ستقرره أنت يا بطل رابعا العقرب ضد الخنفساء الخنافس عادة ما تكون هادئة ومسالمة لكن ليس أثناء المواجهات هناك قد تصبح مميتة للغاية بالرغم من أن هذا البوكيمون لا يمتلك قدرات سامة إلا أنه يمتلك لصالحه قشرة قاسية وقرنا قويا هل سيكون ذلك كافيا للتغلب على العقرب لنشاهد ذلك تبدو الأفضلية لصالح العقرب في البداية لكن بمجرد انطلق المواجهة استحوذت عليها الخنفساء لسعات العقرب السامة لا تجدي نفعا نتيجة الدرع التي تقوم بحماية الخنفساء جيدا النزال انتهى سريعا حيث تفتك الخنفساء بالعقرب معتمدة على قوة قرنها وتنتهي بقتله ثالثا أم 44 ضد الضب أم 44 هو حيوان سام للغاية أوه يا للروعة إن لسمها تأثيرا شديدا إذا ما لسع به الإنسان ويسبب التهابات شديدة نزلات البرد وحمى وضعفا جسديا حادا للإنسان المصاب الضب قرر مواجهتها في نزال وهو يريدها أن تنتهي طعاما في معدته الحيوان متعدد الأرجل سريع بشكل لا يصدق الأمر الذي جعله يصل للتغلب على الضب في النزال وجعله غير قادرا على الحراك مالك الحيوان لاحظ فخ الحشرة وكيف أن الضب يوشك على الانهزام لذا قرر مساعدته حتى يتسنى له الحصول على الحشرة كوجبة ولكن ها أنا أسألكم ما الذي كنتم لتفعلوها الرجل هو رئيس المكسيك السابق على ما أظن أو لا إلا محت حشرة أم أربعة وأربعين فلن ترني واقفا في مكاني بل هاربا بجلدي ولن أظل هناك لدقيقة ثانيا فرس النبي ضد الفأر من الذي يخاف من حشرة فرس النبي يقال أنها لا تفعل شيئا لكن بوضعها في نزال مع أي حيوان تصبح عدوانية بشكل خارق حشرة فرس النبي معروفة بالكسل لكن عند حضور الطعام تتغير عادتها تماما والآن سنواجهها بفأر هل سيكون الفأر مشؤوما لمقابلتها نعلم أن الفأر ليس حشرة لكن هذه الحشرة قتلت بوكيمون الراتات المسكين بدون شفقة والذي لم يستطع الأقدام على الدفاع عن نفسه وهذا دليل على أن الفأر حيوان لا فائدة له في العالم كما هو الحال في عالم البوكيمون لا علاقة له بالتنسك اسمه فرس النبي أو الفرس العابد أو الناسك وهو يعلق ساخرا على هذا هو دنيء لقتله الفأر أولا أم الأربعة والأربعين ضد العقرب وها من جديد سندع العقرب وأم الأربعة والأربعين في نزال حتى الموت كلاهما كان شرسا في نزالاته السابقة في المرة الأخيرة لم يساعف الحظ العقرب ولذا لديه فوز وحيد وهزيمة وحيدة ومن جهة قاتلت أم الأربعة والأربعين بشراسة كبيرة أحضرنا حشرة بحجم متوافقة حيث أن الأم الأربعة والأربعين تتواجد بأحجام وألوان مختلفة والتي قد تبدو ضخمة في مواجهة هذه الحشرات الضائلة العقرب يعتمد على الحظ مواجها ضربات عشوائية بينما ضربات الحشر أكثر دقة وشدة قد استحوذت على الأفضلية الآن وذلك لأن العقرب ليس سريعا للكفاية مثلها في النهاية خسر العقرب حيث أن هجماته لم تكن فعالة ضد هذا المحارب الشام والشرس والمسمى أم الأربعة والأربعين شكرا لمتابعتكم وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك بالقناة